اشتركوا في القناة والنهاردة وصلنا للدرس اللي ربما بعض الناس بتشوف انه هو معقد شوية ولكن بقدر المستطاع هنحاول نبسط الفكرة وهي المصفوفات او الري طيب المصطلحة في حد ذاته ممكن يخليك كده حاسس ان في حاجة غريبة احنا داخلين عليها بقى وبتاع والمصفوفات دي حاجة بسيطة ولكن محتاج ان انت تركز معها وتطبق عليها اكتر من مرة بحيث ان توصل لك الفكرة وبعد كده كلها بسيط وسهل كان عادة الناس اللي شافت معايا او طبعت معايا في دورة البي اتش بي او الجابا سكريبت مش مطالب منك يعني ان انت تركز او لانك اكيد عندك الفكرة العامة فبس انت هتبقى محتاج تشوف صيغة الكتابة او صيغة انشاء المصفوفات في القوتو بلاي ميديا ستوديا او اللواة هيكون ازاي اما بالنسبة للناس اللي لسه دخلة جديدة معانا في عالم البرمجة فانا هحاول ان انا ابسط لك الفكرة بقدر المستطاع من خلال هذا الفيديو نقاط النهاردة هنتعرف على يعني ايه مصفوفات ايه دورها بتعمل ايه هنتكلم عن كيفية انشاء المصفوفات في الوا او الوا اللغة اللي احنا ندرسها هنتكلم عن حاجة اسمها مصفوفات متعددة الابعاد وبعد كده المصفوفات ذات المفاتيح خلينا نبتدي مع بعض نشوف الشكل الاول اللي بيشبه لك ايه هي المصفوفات المصفوفة بكل بساطة بتكون عبارة عن متغير طبعا الناس اللي هي مش عارفة يعني ايه متغير ومتغيرات والكلام ده تفرج على الدرسين اللي فاتوا ولازم تكون متابع اول باول عشان متطلق باش المصفوفة بتكون عبارة عن متغير تمام ولكن بيكون داخله العديد من القيم مش قيمة واحدة يعني في الدرس السابق عرفنا ان المتغير عبارة عن مغزن ممكن يحمل قيمة نصية او رقم او ايا كان او حتى بلونية true false الاخره لكن المصفوفة بتكون متغير ولكن قوة مغزنها العديد من الخانات بكل بساطة وكل خانة بتحتوي او بيكون لها رقم بيكون لها رقم يعني على سبيل المثال لو احنا عايزين نعمل لستة بالاصدقاء جوه متغير واحد بتكون بالمنظر اللي قدامنا ده متغير يتفرع منه العنصر مثلا الاول اللي بيحمل رقم واحد وبيساوي القيمة ممكن القيمة تكون نصية تكون رقمية تكون بلونية تكون حتى مصفوفة اخرى وفي الحالة دي بتكون مصفوفة بدل اوحدية بتكون سنقية الابعاد لكن عموما مش عايزة لاخبطكم المصفوفة مبدأ ايام هي بطبيعتها اوحدية الابعاد بالمنظر اللي قدامك ده طيب تعالوا نطبق الكلام ده بحيث ان الفكرة تبان انا عندي هنا المشروع اهو هخش على الزرار ده في الحدث on click وكيفية انشاء المصفوفة متغير عادي خالص خليني اطبق المثال اللي انا ورده لكم ادي my underscore friends اهو ادي متغير طبيعي جدا ما فيهوش اي مشاكل تقدر انك تعمله عام بحيث ان هو يبقى كده او لو انت كتبت جانبه كلمة local هيكون خاص هيكون خاص بس بالحدث بتاع on click تمام فانا خليها عام ما فيش مشاكل مش هتفرق my friends وتساوي اه تساوي ايه لو تساوي نص يبقى خلاص تخزن جوها نص رقم تخزن جوها رقم تمام ولكن لو تساوي والقصين المعقوفين طبعا الاقواس المعقوفة دي الناس اللي متابعة في الHTML والكلام ده او الCSS واللغات الاخرى عارفة دور القصين دول ايه فلو انت عملت تساوي والقصين المعقوفين دول كده اصبحت المصفوفة دي ايه اصبح المتغير ده عبارة عن مصفوفة ولكن مصفوفة فارغة لا تحتوي على اي عنصر يعني كانت تخزن في الزاكرة ان دي مصفوفة طيب نحط اول عنصر ازاي ندخله ازاي ان احنا بنعيد تاني كتابة اسم المتغير على سبيل هذا المثال يعني وبعد جده بنعمل نفس الاقواس المعقوفة ولكن بدون shift اقواس المعقوفة دي عشان تعملها بتدوس shift ولو عندك حروف عربية دال وجيم تمام او جيم ودال لكن لو انت دست لو انت طبعا محاول الكيبورد للانجليزية ودست نفس الزرارين دول بدون shift فبينتج عنها ايه الشكل اللي قدامنا ده اللي انا فانا الناس اسمه ايه وبعد كده بندخل بنحط رقم ال item او رقم العنصر لو ممكن نبتديها من الصفر او ممكن نبتديها من ال واحد ده شيء يرجع لك انت بقى انا هبتدي هنا من واحد وتساوي وبعد كده ادخل القيمة اللي انا عايزها نصية او رقمية او بنونية او ايا كان انا عايز ايه فمثلا ادي العنصر الاول طيب جميل جدا العنصر التاني نفس الشيء بس هغير بس رقم ال ايه ال id رقم اتنين والعنصر التاني عبارة عن برضو نص اللي هو مثلا احمد تمام طب تلاتة عشان بس ايه تلاتة تاب اهو ودي تلاتة وبس هغير القيمة اللي هو ايه حازم طيب جميل جدا جدا كده اصبحت عندنا مصفوفة بتحتوي على تلات عناصر نستدعيها ازاي نستدعيها بكل بساطة خليني استخدم dialog.message الناس اللي هتقول dialog.message ده بيعمل ايه هقولك شوف الدروس السابقة وهنتكلم عنه بتفاصيل فيما بعد ان شاء الله my underscore friends وبعد كده بكل بساطة بروح مختار ال id اللي انا عايزه من المصفوفة مثلا ال id رقم واحد وتعالوا نجرب ونشوف ايه هي النتيجة النتيجة بكل بساطة لو انا دوس على الزرار هلاقي ان اتعرض لي ايه رامي الله جميل جدا يعني هو ما اتعرض ليش كل المصفوفة طبعا لان ان انا اعرض كل محتوى المصفوفة دي حاجة تاني نتكلم عنها فيما بعد ولكن انت بس تقدر تعرض اي حاجة من المصفوفة هو نفس الاسم المتغير لكن بتحدد على حسب رقم ال id لو انت عملت اتنين وجنا نجرب هنلاقي تعرض قدامنا حازم حلو قوي دي بكل بساطة دورها ايه هنستخدمها ازاي هيبان دورها ان شاء الله لما نكمل مع بعض في دروس متقدمة هتلاقي نفسك ان انت اكيد هتحتاجها كتير جدا جدا لانها هتيصر عليك العديد من الاعمال يعني بس في المستقبل ان شاء الله لما نخش متقدمين شوية المصفوفة طبعا قوانينها تسمية المصفوفة قوانينها زي المتغيرات ما ينفعش انك تبدأ برقم ما ينفعش يكون في مثلا مسافات ما ينفعش تحط علامات غريبة هو ممكن تستخدم الاندرسكور حساسة للاحرف بحيث ان ال m لو كابتل او لو انت مثلا عملت كل الحروف كابتل او كل الحروف سمول او حرف معين كابتل او الكلام ده لازم تكون بالزبط لما تستدعيها لازم تكون بالزبط زي ما انت سميتها هنا تمام؟ حلو قوي المصفوفة دي اللي قدامنا دي احدية الابعاد جميل جدا طيب ايه بقى فكرة المصفوفة متعددة الابعاد يعني ان هي تكون ثنائية او ثلاثية الى اخره طيب خليني اوريك المنظر اللي انا اقصده وبعد كده هتفهم الفكرة زي ما احنا اتفقنا ايه دي المصفوفة بيتفرع منها العنصر الاول او جواها داخلها تحتوي على عنصر الاول والعنصر التاني لكن الفكرة ان انا كمان هفرع من العنصر الاول مصفوفة اخرى اه يعني العنصر الاول فرنس ده هفرع منه مصفوفة يساوي بدل ما هو بيساوي قيمة واحدة لا انا هخليه يساوي مصفوفة اخرى وبرضو المصفوفة الاخرى دي تتعدد منها او تضم العديد من العناصر هي دي فكرة متعددة الابعاد وممكن تفرع كمان من العنصر ده مصفوفة تانية واتبقى برضو فيها العديد من العناصر فلو احنا فرعنا من الاحدية دي خلينا نطبق على طول لو مثلا انا هنا حبيت افرع جيت عند العنصر العنصر الاول ده وبدل ما انا دخلت فيه قيمة نصية رحت اعامل كده الاقواص المعقوفة فكده اصبح الاي دي رقم واحد او العنصر ده ايه مصفوفة فارغة اه يبقى مصفوفة جوه مصفوفة طب ادخل فيه ازاي عنصر بكل بساطة ان انت بتيجي هنا اهو ودي مثلا لو هنقول ان احنا دخل عنصر رقم كمان واحد وتساوي والاسم اللي احنا عايزينه مثلا عسب المثال الاسماء طيب لو احنا عايزين ندخل خلي بالك في المصوفة ايه في العنصر الاول المصوفة اللي داخله عايزين ندخل فيها كمان ايتم او كمان عنصر ادي رقم اتنين وهنا مثلا هدخل قيمة رقمية بقيمة السن مثلا تلاتين يبقى ادي واحد ادي اتنين طيب الاستدعاء بيكون ازاي خلاص سهلا انت بتجيب يبقى انا كده في العنصر الاول اللي يتفرع منه مصفوفة العنصر التاني فيها ففي الحالة دي طبعا المفروض اللي الطبع قدامنا هو رقم كام رقم تلاتين تعالوا سريعا نسبة هذا الكلام فعلا رقم تلاتين هو اللي الطبع قدامنا طيب المصوفة دي في حد ذاتها كده هي عبارة عن ايه عن مصوفة ايه ثنائية الابعاد طيب لو انا عايز اخلي ثلاثية الابعاد يبقى ازاي بكل بساطة خلاص بقى انت مفروض استشفيت اعمل كمان واحدة قوس معقوف وبتدي بقى ايه هتبقى واحد 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 ودي كمان واحد وحط في القيمة اللي انت عايزها او ممكن تخليها كمان قوس معقوف او تخليها كمان مصوفة وبتعمل كمان واحدة وتخليها ربعية الابعاد ويعمل اللي انت عايزه بقى العديد من المصوفة جوه مصوفة جوه مصوفة ده بكل بساطة عشان ما صعبش عليك الامر طيب حلو قوي يبقى دي فكرة يعني فكرة المتعددة الابعاد ان هي مصوفة والدخل جوها مصوفة وجوه عنصر منها كمان مصوفة الى اخره حد يسأل يقولي طب انا هستفيد بايه ده عمليا هقولك انا عارف فيه ناس عايزة عندها الحمية النهاية تشتغل على طول بس هقولك ده هيبام برضو قدام لما انت بنفسك هتلاقي نفسك تقول اه ده نفعنا محتاج مصوفة تكون صنائية او صلاثية الى اخره جميل جدا يبقى بكل بساطة انت ممكن تعمل اكتر مثلا مصوفة صنائية او صلاثية الابعاد وبتستدعيها بنفس الشيء على حسب الارقام اللي انت عايزها يعني على حسب ارقام الايديهات والعنصر موقعه ايه في المصوفات المتعددة دي كلها من خلال ارقام الايديهات فحضرتك كده يعني انت ممكن تعمل تعارفين بقى شغل ماتريكس بتاعها والحاجات دي يلا عيشوا حياتكم طيب خليني اطبق مثلا مثال سريعا واقول اننا على سبيل المثال هستفيد بالارقام دي اننا هقول ان كل كل خلي بالك هقول ان الرقم ده مثلا رقم الشخص الاول تمام وبيتفرع من المصفوفة يعني بيتفرع من رقم الشخص الاول ده مصفوفة تانية خليني اعملها كده العنصر الاول فيها دايما يحمل الاسم دايما يحمل الاسم رامي مثلا والعنصر التاني يحمل ايه يحمل السن يعني رقم اتنين دي تحمل ايه السن ممكن اخلينا الساعة عادي المرة دي تلاتين طيب لو انا عايز ادخل بيانات شخص جديد هتكون ازاي يبقى انا جو المصفوفة الاساسية هفتح عنصر جديد هروح مدخل فيه عنصر جديد اللي هو رقمه مثلا اتنين جوه المصفوفة الاساسية وهخلي العنصر الجديد ده يصبح ايه يصبح مصفوفة وجوه جوه العنصر الجديد اللي اصبح مصفوفة هدخل العناصر بالمنظر ده بس طبعا مع اختلاف اللي هنا اهو اتنين اتنين اول عنصر جوه العنصر الاول جوه المصفوفة الاساسية او مثلا ايه الاسم احمد والسن انا عايز استدعي بيانات احمد احمد هنا رقمه كان في المصفوفة الاساسية رقمه اتنين طيب انا عايز استدعي انهي بيان لو انا عايز استدعي مثلا بيان الاسم يبقى هدخل رقم واحد عايز استدعي بيان العمر هدخل رقم اتنين تمام على حسب ايه على حسب رقم الشخص ده طبعا فيه طريقة تانية اسهل بس انا بوريك كمثال وبعد كده هنروح جزئية المفاتيح اللي هتسهلك الامر اهو فعلا احمد طيب جميل جدا جدا الجزئية بقى اللي هي هتسهل المثال اللي قدامنا ده ان احنا نعمل مفاتيح مفاتيح يعني ايه مفاتيح يعني انا هبدل بدل منا هقول مثلا ان العنصر الاول ده اللي هو رقم واحد معناه الاسم والعنصر التاني ده اللي هو رقم اتنين يساويس العمر لا هشيل الارقام وهخليها عبارة عن متغيرات يعني ايه يعني هروح كده dot خلي بالك وارروح عامل name المفاتيح بتبقى عبارة عن متغيرات بدل الارقام الايدي وهو dot edge edge تمام نفس الشيء هنا اهو dot name و dot edge جميل جدا برضو نفس الشيء دي متغيرات بتحمل برضو نفس القوانين في التسمية المتغيرات dot واحدة خلي بالك مش اتنين dot احنا مش بنعمل ربط دي هنا dot واحدة فده هنا اسمه key او مفتاح المصفوفة فدلوقتي طريقة الاستدعاء ان انا بحط رقم ايدي الشخص اللي هو مثلا واحد ده اللي هو الرقم الايدي بتاع رامي و dot و اقول له اعرض للنيم ففي الوقت ده طبعا الموضوع بقى اسهل من اللخبطة في المثال على حالة الاولانية اهو بوب ادي فعلا رامي طيب كمان عايز مثلا انا عمره رامي خلاص يبقى العنصر الاول اللي هو او بيانات الشخص الاول اعرض للاتجي بتاعه اهو و ادي preview وهو هتلاقي ايه عرض لك ان فعلا عمره 30 سنة الى اخره طبعا تعرف تعمل ربط اه ما فيش اي مشاكل خالص فخليني اعمل هنا مثلا اه هلعب بقى ايه انا هنا لعبة الايه لعبة المتغيرات فهقول مثلا الاي دي تساوي رقم الاي دي اللي انا عايز ادخله برحتي على حسب الشخص اللي هو مثلا واحد ده طبعا انا هطبق ده ده كمثال يعني وهنا هبتدي بقى ايه على حسب الرقم الاي دي اللي انا هكتبه هنا هيتعرض لي بانات الشخص هنا ادي مثلا هقول الايه متغير تاني هسميه info هكتب فيه كل حاجة اللي هو مثلا name ده نص عادي وهدمك بعده على طول يتعرض لي ايه اسم الشخص تمام ادي ال name بتاع الشخص على حسب ايه على حسب الاي دي اللي انا هكتبه هنا يعني الاي دي ده مجرب بس متغير وسيلة اختيار انا عايز اختار انهي item في ال او انهي عنصر في المصفوفة ادي ال name طيب يتبعه على طول ايه يتبعه على طول slash n slash n بالنسبة لل dialogue box او dialogue message كاني بابتدي سطر جديد الناس اللي كانت متابعة معي html لو تفتكروا ال tag بتاع br break هو نفس الشيء بس لما حطت جوه النقاط النقاط اللي هي المزدوجة النصية دي بتاع التنصيص slash n معناه ان انا بابدأ سطر جديد جوه ال dialogue box دي معلومة كده على الماشي وبعد كده ممكن slash n واروح كاتب ال edge مسافة واروح مدخل ايه مدخل نفس ده نفس المصفوفة بكل حاجة المصفوفة والرقم بتاعها ال id بس المفتاح يكون ايه edge تمام فاصبحت انا دلوقتي متحكم ايه متحكم هنا الرقم اللي انا هحطه هنا هيتحط هنا تلقائيا على طول وبناء عليه هيتعرض لي بيانات الشخص على حسب الرقم ده مجرد مثال سريعا كده انا ببره لكم الخطوة الاخيرة طبعا ان لازم ال info دي لان المتغرق info ده بقى بيحمل كل بيانات الشخص بحطها فين بحطها في ال dialogue message حد يقول لي طب ما اسهل من كل ده طب ما تكتب انت ده بيدك كده جوة ده ده لج message وكتب الارقام وخلاص هقول لك انا حبيت ان انا اوريك فائدة المتغيرات فائدة المتغيرات خلينا مثلا نشوف طبعا دلوقتي عشان اكد عليكم ال id رقمه كام خلينا دخل عنصر كمان اخير عشان الموضوع يبقى بين اكتر يعني فهنا مثلا ال id رقم 3 ثلاثة 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 بيحمل اسم مين اسم حازم وعمر حازم عبارة عن 28 سنة بصرا ال id رقم واحد خلينا نجرب الاول ال id رقم واحد اهو ال name رامي وال edge 30 حلوة اوى اوي طب تعالوا نغير ال id وبعد المهوم واحد نخليه رقمه مثلا كام رقم اثنين اللي هي بلنات المفروض ترد لنا بانة احمد فعلا احمد 29 سنة جميل جدا طيب رقم 3 ال id رقم 3 بيانات فعلا حازم اني محازم وال edge 28 سنة شفتوا بقى فائدة المتغيرات يعني انا مفضلتش ان انا كل شوية اغير اي حاجة في السطر ده السطر ده انا سبت وثابت وكل حاجة سبتها سابتة هو بس رقم ال id ده اللي انا بغيره على حسب مزاجي فالنتيجة طبعا ان هي بتغير ال output او بتديك نتيجة مختلفة نهائيا من خلال عنصر واحد بتغيره او قيمة واحدة بتغيرها في متغير معين هي دي فائدة المتغيرات انها بتبقى انت رابط اكتر من حاجة بايه بحاجة واحدة زي المنظر اللي قدامنا ده يتبقى لنا كده اخر نقطتين انا هتكلم معاكو فيهم ان شاء الله قبل ما منهي الدرس النقطة الاولانية ان المصفوفة ممكن تكون احدية وفي نفس الوقت لا تحتوي على ايديهات يعني تكون عبارة عن مفاتيح فقط فعلى سبيل المثال لو ماي فرينز كده وانت عايز تخليها عبارة عن احدية ولكن بتحتوي على بعض المعلومات ممكن تعمل . ومثلا name وتحط الاسم تمام وبعد كده مثلا مفتاح التاني مفتاح الage مثلا اهو edge وتحط الايه وتحط مثلا السن تمام مثلا اهو 30 ودي ال name رامي وممكن برضه كمان واحدة كمان اهيه ودي مثلا job مثلا وخلي بالك من حالة الاحرف مهمة جدا جدا وبعد كده طريقة الاستعاق طبعا بيكون مباشرة على طول من خلال المفاتيح من خلال الايه المفاتيح dialogue message فمثلا اهو add my friends وهاستدعي مثلا اي حاجة انت عايزة مثلا name حالة الاحرف مهمة جدا خلي بالك يعني الage دي هنا زي ما انا قلت منفعش ان انا استدعيها بحالة احرف مختلفة فدي مهمة جدا جدا فعلى هذا وتعالى نجرب ونشوف عشان نثبت ان الكلام نصح فلو انا عملت فعلا رامي رامي اللي ظهر قدامي بدون اي مشاكل اذا يبقى انت ممكن تعمل مصفوفة احادية وبدل ما تخليها عبارة عن مجموعة من الارقام لا تخليها عبارة عن ايه؟ عن مجموعة من المتغيرات بدون اي مشاكل طيب النقطة الاخيرة هو ان احنا ممكن احنا ممكن لو احنا عندنا مصفوفة زي دي وعايز تكتبها بطريقة ابسط من حتة الليستة دي ممكن تحط كل العناصر بتاعتها داخل هنا داخل القسين دول يعني على سبيل المثال العنصر الاول نصي فاسمه رامي تمام؟ العنصر التاني نصي باسم مثلا احمد وزي ما انت عايز بقى زود براحتك ادي العنصر مثلا التالت نصي باسم حازم تمام؟ وممكن كمان ان انت لو عايز تدخل عنصر كمان رابع اللي هو ايه؟ رقمي رقم سبعة وسبعين مثلا فانت ممكن تخلط زي ما انت عايز وادي بلوني مثلا true او false فانت ممكن ترتب كل اللي انت عايزه داخل الاقواز دي واهم حاجة انك تعمل ايه؟ ما بين كل عنصر وعنصر الفصلة الفصلة هي اللي بتفصل ما بينهم طيب طريقة الاستدعاء بتكون ازاي؟ بتكون بالطريقة الطبيعية جدا ادي مثلا my friends واقول لي اعرض لي مثلا العنصر رقم واحد فسريعا review ففعلا يعرض لي ان اول رقم واحد اللي هو ايه في المصوفة اللي هو رامي فيش اي مشاكل تمام؟ وعلى الاساس ده عايش حياتك بقى زي ما انت عايز طيب افرد مثلا في مفتاح يعني المصوفة بتحتوي على مفاتيح اعملها ازاي؟ فيش اي مشاكل ادي مثلا ال name يساوي رامي اذا يبقى دلوقتي العنصر الاول ده لما تيجي تستدعي ما ينفعش انك تكتب رقم واحد امال اعمل ايه بتكتب dot name عادي خالص فالنتيجة ان يتعرض لك ايه الاسم بتاع رامي اهو preview فعلا بيتعرض الاسم رامي وهكذا فانت دلوقتي عرفت برضو ادي الاسلوب التاني لطريقة كتابة او انشاء المصوفة زي ما قلتلك طبعا انك ترس لستة طويلة كبيرة هنا هتكون صعبة ولكن دي بس للمصفوفات المحدودة اللي هي ما فيهاش شغل كتير المساهل اللي قدامكو ده عندك هالفرصة ان انت ممكن توقف الفيديو وممكن تجربه مع نفسك لو انت عندك حملت اليوتو بلاي ميديا ستوديو ممكن تجربه مع نفسك وانا حاولت ان انا الخص مطولش قوي فكرة الري او فكرة المصفوفة وانت كده فهمت يعني ايه مصفوفة فهمت يعني ايه مصفوفة ثلاثية او ثلاثية او متعددة الابعاد وعرفت كمان يعني ايه مفاتيح المصفوفة طبعا الموضوع مفتوح عندك لو انت عايز تضيف عنصر كمان غير الاسم والاج عايز تضيف مثلا البلد ممكن تعمل برضو نفس الشيء وبدل الجزئية دي تخليها مثلا الادرس او كانتري او اي حاجة ممكن تخلط ما بين القيم ما فيش مشاكل زي ما انا قلت ممكن تدخل قيمة هنا مثلا نصية وهنا تدخل القيمة تكون رقمية او ممكن تعمل مثلا برضو حاجات true false القيمة البلونية زي ما انت عايز تعمل صمم المصفوفة بتاعتك على حسب مزاجك تمام؟ ارجو ان يكون الدرس سهل مش دي نهاية فيه اكيد تطبيقات هنتكلم عنها فيما بعد وهنطبق وهنستخدم المصفوفة ان شاء الله بحيث ان الفكرة تتوثق جوه عليك اكتر واكتر الف شكرة على المشاهدة ومنتظرك ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم